استباح مستوطنون متطرفون باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة صباح اليوم بحراسة مشددة من قبل شلطة وقوات الاحتلال حيث نفذوا جولات استفزازية مشبوهة وسط حالة من الغضب والغليان سادت بين المصلين والمرابطين ثمانية أيام مرت على قرار الإدارة الأمريكية إعلان القدس عاصمة للاحتلال ليتجرأ عشرات المستوطنين وطلبة المعاهد التلمودية على استباحة المسجد الأقصى المبارك واقتحام باحاته وسط حراسة مشددة محاولين أداء شعائرهم والاستماع إلى شروحات حول الهيكل المزعوم منظر استفزازي وعنصر مع هذه الحراسة الكبيرة من شرطة الاحتلال وحراس الحدود والقوات الخاصة الذين ينتشرون في جميع باحات المسجد الأقصى الذين جعلوا من باحات المسجد الأقصى ثكن عسكرية واضحة ليؤمنوا دخول المتطرفين في ظل أنه يمنع حراس المسجد الأقصى من الاقتراب من هؤلاء المتطرفين ومتابعة لهذا الاقتحام لا يسمح إلا لحارس واحد فقط في ظل ما يسمى أيضا اليوم هو عيد الأنوار لليهود شهدنا أن هناك اقتحامات متزايدة وأعداد منتشرة كبيرة في محيط المسجد الأقصى والطرق المؤدية للمسجد الأقصى يصبح للمستوطنين عندما يخرجون ويهتفون بأن القدس عاصمة إسرائيل وهذا شيء استفزاز المقدسيون متخوفون من الوضع الحالي في المدينة والمسجد الأقصى المبارك ويشعرون بالإحباط مما آلت إليه الأمور سيما بعد تصريح السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة الساخر بأن السماء لم تطبق على الأرض غضبا على ما حدث للقدس سيوصلوننا إلى كما قال ترامب ووصفه بجبل الهيكل وسنسمح للمسلمين بالصلاة وبإقامة شعائرهم في جبل الهيكل بما يسمى الأقصى هذا بالتحديد وحرفيا كما قال لكن نحن نقول لهم سنظل صامدين في مدينة القدس إلى يوم الدين إن شاء الله القدس حزينة قبلوا بعد مع الأسف بس إحنا شعب دائما عندنا أمل وعندنا تفاؤل وإن شاء الله بصير خير أما الوضع من أسوأ لأسوأ أنا متأكد ومتيقن بأنه كل يوم بيقتحموا وراح يقتحموا أكتر وأول على آخر رح يصير فيه زي الحرم الإبراهيمي مع الأسف بالخليل ورغم محاولات الاحتلال المستمرة لمحو حضارة وتاريخ المدينة المقدسة وتهويدها إلا أن المدينة بأبنيتها وحجارتها وسكانها لا زالت تصرخ وتؤكد أنها عربية عاصمة لدولة فلسطين وأن الأقصى إسلامي وقبلة المسلمين الأولى رغم كثافة اقتحامات المتطرفين له من مدينة القدس المحتلة آية الخطيب رؤيا